أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كانت الصحافة توصف بمهنة البحث عن المتاعب فمن سنتحدث عنه في هذه الحلقة رجل غرق في هذه المتاعب حتى أذنيه وهو حقيقة الرائد الأول أو ربما من الرواد الأوائل للخطاب السياسي الوطني في الصحافة الوطنية نتكلم عن رجل كان من الأوائل الذين عانوا الكتابة الصحفية بل وابتكر أسلوبها يعني أسلوب الخطاب السياسي لم تكن ثمة صحافة جادة وحقيقية في كثير من الأحيان قبل الحرب العالمية الأولى نعم كانت هناك بعض الصحف كانت هناك بعض الريادات في هذا ولكن لم يكن أسلوب الصحافة أسلوب الخطاب قد تطور ليعبر عن المطالب الوطنية وعن الأشياء الكثيرة التي تطلقها الصحافة عادة من نتحدث عنه الآن هو الصحفي الرائد إبراهيم صالح شكر هذا الرجل كان رائدا حقيقيا ليس في عدد الصحف والمجلات المهمة التي أصدرها وإنما في تطويره لغة الخطاب هذا شيء مهم حتى عدد الرائد الأول ومؤسس مدرسة عراقية حقيقية في مجال الخطاب الإعلامي مدرسة تعلم فيها كل الصحفيين العراقيين التالين له وكانت لها أسسها مع أنه لم يدرس الصحافة في معهد إعلامي طبعا لم تكن تمت معاهد من هذا النوع هو درس في الكتاتيب هو ولد في عام 1892 يعني في أواخر العهد العثماني درس في الكتاتيب كما يدرس سائر أترابه في ذلك الوقت ثم وجد طريقه إلى العلماء الكبار في بغداد العلامة محمود شكر الآلوسي عبد الوهاب النائب مصطفى الواعظ أولئك أعلام لا شك في علميتهم ولكنهم كانوا تقليديون في أساليبهم كانوا أبناء عصرهم لم يعانوا الصحافة أو لم يكنوا يعنون بلغة الخطاب الإعلامي بقدر اهتمامهم بلغة الخطاب العلمي يعني محمود شكر الآلوسي كان له عشرات من المؤلفات لكنها في التاريخ وفي التفسير وفي غير ذلك ولكنه كان كأقرانه أستاذاً وفقيهاً ومفسراً وعالماً لم يكن أعلامياً هذا هو المهم في سيرة تلميذهم إبراهيم صالح شكر استطاع بسرعة أن يطور هذا الأسلوب التقليدي إلى أسلوب معاصر حديث يخاطب فيه جمهور واسع من القراء أولئك العلماء كانوا يخاطبون تلامذتهم وهم قلة طبعاً لكن أن يكتب إنسان في جريدة يقرأها آلاف لا نقول الآن طبعاً الأرقام أصبحت أضخم بكثير آلاف من القراء هذا كان أمراً ليس سهلاً على الإطلاق أن يطور المثقف المتعلم أسلوبه ليخاطب الجمهور أو الجماهير استطاع إبراهيم صالح شكر أن يطور ذاته وأن يبتكر أسلوباً من هذا النوع السبب أو ربما أهم الأسباب التي مكنته من تطوير ذاته وابتكار أسلوبه الخاص الذي قلنا أنه أصبح مدرسة لغيره أنه انطلق يقرأ كل ما كانت تنشره الصحف العربية في مصر في بلاد الشام وكانت كثرة من الصحف وكثير منها يصل إلى بغداد كانت هناك مكتبات تستورد الصحف مكتبة الزوراء في سوق الصراء وغيرها كانت تستقبل الصحف وهو كان ينهمك في قراءتها وفي تأمل وتدبر أساليبها بعض الصحف العربية كانت تصدر في إسطنبول بالعربية يعني جريدة الجوائب الشهيرة فضلا عن المجلات العربية في القاهرة المقتطف وغيرها وغيرها كان الرجل يدرس بدقة هذا الأسلوب وهو من درس الكتب القديمة يعني هو تأثر بنهج البلاغة طبعا تأثر بكتب مهمة بأدب جاحظ لكن استطاع أن يزاوج بين هذا الأدب العالي وبين لغة العصر في زمانه بدأ في الكتابة في المجلات التي كان يقرأ فيها وأخذ ينشر المقالات في المجلات والصحف العربية العربية الصادرة في الشام ومصر ثم انطلق ينشر مقالاته في الجرائد الحديثة العهد في بغداد نفسها بعد 1908 كان هناك نهوض في العراق باتجاه أصدار الصحف يعني أصدر بعض الكتاب بعض المثقفين صحفا مهمة عالجت موضوعات متنوعة أكثرها مالة إلى مجال الأدب ونحو ذلك لكن هو كتب فيها المقال السياسي ووجد نفسه ينحاز إلى يعني نقول حزب أو اتجاه يقول بأنه من الضروري للدولة العثمانية أن تعترف بحقوق القوميات التي تتألف منها على خلاف الحزب الذي كان يقود الدولة العثمانية في ذلك الوقت وهو حزب الاتحاد والترقي الذي كان يدعو إلى المركزية الخانقة في الدولة العثمانية يعني كان هناك مدرستان هو انضم إلى المدرسة التي تدعو إلى اللامركزية من أجل أن تنال الشعوب ومنها شعبه هو حقوقه القومية وقد تجمع هؤلاء في حزب مضاد لحزب الاتحاد والترقي سمي حزب الحرية والائتلاف واسمه يدل على مضمونه فبدأ يكتب في الصحف العراقية في هذا الاتجاه فلقي أول ما لقي اصطهاد جماعة حزب الاتحاد والترقي وحقيقة هو من أول الذين تنبهوا إلى أن حزب الاتحاد والترقي خلافا للمبادئ التي كان يعلنها كان حزبا لن يقوم بتنفيذ مبادئه في قضية إعطاء الحريات للقوميات يعني هو أدرك هذا في حين غابت هذه الحقيقة على كثير من أقرانه وانحاز تماما للجهة المضادة له في حزب الحرية والاعتلاف أخذ يكتب وأخذ يجر ما تجره عليه يعني هذا الموقف المناوئ للسلطة يعني مثلا كتب في جلات وفي جرائد كثيرة منها مثلا جريدة بين النهرين التي صدرت في عام 1967 بهالتقدير أصدرها محمد كامل الطبق جالي تسلم القسم العربي في الجريدة فأصبح يكتب بعنف وبقوة معبرا عن آرائه السياسية التي تكلمنا عنها كتب في جريدة كانت تسمى النوادر صدرت في عام 1911 ثم في مجلة النور التي أصدرها سيد محيدين القيلاني هذه المجلات والجرائد كتب فيها معبرا عن رأيه بأسلوب جديد لم يألفه الناس في العراق في ذلك الوقت لم يكن أسلوبا تقليديا أسلوب الآلوسي وأسلوب هذه المدرسة العظيمة نعم في ذاتها ولكنها التي لم تكن من شأنها أن تخاطب الجمهور هو ما تمكن من مخاطبة الجمهور من خلال تلك المجلات أصدر وهذا حقيقة يعني شيء جديد بدأ في حياتي أن يصدر الجرائد والمجلات حتى لا يجعل لأحد كلمة تعلو كلمته فيما ينشر أصدر جريدة مهمة أو مجلة حقيقة سماها شمس المعارف وقد نجحت في أن تصدر عددا يعني نحو 12 عدد وتوقفت شمس المعارف كانت خطوة متقدمة في تاريخ الصحافة العراقية ثم أنه أصدر أو تولى رأسة مجلة مهمة في تاريخ الصحافة هي الرياحين ما تزال بعض مجلداتها موجودة في مكتبات بغداد القديمة وشرع يكتب فيها الكثير والكثير ثم انضم أو بالحقيقة شارك في تأسيس وانضم إلى ما سمي النادي العلمي العراقي النادي العلمي العراقي اللي أسس في قبل الحرب العالمية الأولى بقليل عام 1913 أريد به أن يكون مجمعا علميا لكنه حقيقة يتجاوز هذا إلى أن يكون مجمعا سياسيا أيضا يعني كان يطالب أو ينحاز إلى الفكرة القومية وإلى حقوق الشعب وإلى غير ذلك انضم إلى هذا التنظيم وانضم فيما بعد إلى ما عرفه بالحزب الحر العراقي واجه إبراهيم صالح الشكر من أنواع الأضطهاد من أنواع الأضطهاد المادي والفكري إلى أنه اضطر حتى أنه اضطر إلى مغادرة العراق إلى بلاد الشام ومصر وهناك فكر بإصدار مجلة أو جريدة يسميها الفرات وأخرى يسميها الإخاء لكنه لم يوفق إلى ذلك أكيد المسألة المادية كانت سببا مهما ولكنه فوجئ بحملة شعواء تشن من قبل بعض الأقلام ضده في وطنه العراق وهو ذلك الرجل المغوار في مجال حمل القلم فضل أن يعود إلى العراق ليرد على أولئك الذين كانوا يعني يفترون عليه عاد إلى العراق وانغمس مرة أخرى في مجال الصحافة والإعلام فأصدر مجلة مهمة سماها الناشئة وبدأ يكتب فكان ثمن كتابته كتاباته ومقالاته الجريئة أن تصدى له بعض مناوئي حتى إلى حد أنهم ضربوه يعني ضربوه في الشارع لغرض إهانته وحتى يترك الكتابة ويكسر هذا القلم الذي جر إليه هذه المتعب لكنه في اليوم التالي من هذه الحادثة نشر وفضح الذين قاموا بهذا التعدي على شخصه وأعاد إصدار طبعا هذه الدعوة التي يعني دعا إليها وفضح الذين قاموا به أثار الرأي العام إلى جانبه فأعاد إصدار الناشئة مع إضافة صغيرة سماها الناشئة الجديدة وأخذ يكتب فيها الرأي الجريئ تصوروا وهذا أمر غريب فعلا أن في أيام عبد المحسن السعدون اختير رئيسا لتحرير الجريدة الناطقة باسم الحزب حزب التقدم الذي كان يرأسه عبد المحسن السعدون فما أن تولاها بعد حين أخذ ينتقد عبد المحسن السعدون وينتقد حزب التقدم يعني تصور شيء غريب فعلا هو رئيس تحرير الجريدة الناطقة باسم الحزب فكان أول ضحاياه هو الحزب نفسه حينما وجد أن هناك ما يدعو إلى النقد نقد غير آبهن إطلاقا بأنه يفترض به أن يدافع عن سياسة الحزب ولكنه وجد الحق قد ابتعد في نظره عن سياسة الحزب فكان انتقد الحزب وفعلا أغلقت الجريدة وصودرت أعدادها وبقي بجون عمل لكنه ما كانت تمر فترة قصيرة إلا ونجده يكتب ويصدر جريدة أخرى في رحلة مع المتاعب رحلة لم تنتهي ورغم الضائقات المالية التي كان يمر بها كان دائبا على إنشاء الصحف الحرة والجريدة فأنشأ جريدة الزمان وكتب فيها مقالات مهمة في عام 27 وعبر فيما كتب عن دعاوى وطنية ودعا إلى الإصلاحات الاجتماعية وإلى غير ذلك مما كان يدعو إليه ووقفت ثم رجعت إلى غير ذلك حقيقة أيضا أصدر جريدة باسم المستقبل وكان يؤمن بأن المستقبل يجب أن يكون خيرا مما عاش من الزمان الذي عاش فيه فأصدر جريدة يدعو فيها الجيل القادم الجيل الناشئ إلى أن يخوض غمار السياسة من أجل رفعة الوطن واستقلاله وتقدمه واستمرت الجريدة لمدة سنة كاملة ثم أغلقت كالعادة وهو كان يعرف هذا يتوقعه وبالتالي فأصدر مباشرة مجلة أو جريدة سماها الأمان القومية واسمها يدل على الغاية التي أسسها من أجلها ولكن السلطة لم تكتفي بإغلاق الجريدة وإنما حكمت عليه بالحبس بضعة شهور وكان يتقبل الحبس بنفس قوية أبية وحبس في السجن المركزي كان مقر في بام العظم مكان مدينة الطب حاليا بضعة شهور ثم خرج ليصدر جريدة أخرى سماها الإخاء عام 32 وهكذا كلما يعني حبس أو اضطهد نجده تزداد يزداد إصراره على المضي في تحقيق رسالته إلى أن أقنع أو اضطر من نواحي مادية وكذا أن يترك الصحافة مواقة ورضية أن يعمل موظفا في الحكومة في مجال العمل الإداري وأصبح قائم مقاما عين قائم مقاما لبعض الأقضية ولكن حظه حتى في هذه لم يكن أفضل من معاناته في الحق للإعلام والصحافة إذ قامت ثورة عام 1941 حركة مايس حركة رشيد عالي القيلاني وانضم بكليته إلى هذه الحركة ووجد فيها الثورة التي تحقق استقلال العراق عن السياسة البريطانية في أثناء الحرب العالمية الثانية فما كان مصيبه إلا أن فصل من عمله وخرج خالي الوفاض يعني دون عمل هنا أصيب بشيء من الكآبة حقيقة من الحزن وجد العراق الذي ضحى طيلة هذه العقود من السنين من أجل تحقيق استقلاله يعاد احتلاله من جديد من قبل الجيش البريطاني في الحرب في عام 1941 نتيجة فشل ثورة 1941 قامت القوات البريطانية بإعادة احتلال العراق فهذا آذاه نفسيا تماما يعني شعر بإحباط كبير مر وبالتالي يعني مر بفترات من الضيق عينة أمينا لمكتبة الأوقاف فترة واستفاد من هذا التعيين بأنه طلع على الكتب التي كانت تختزنها هذه المكتبة ثم مرض يعني تضاعف عليه مرض السكر وأيضا أصيب بالسل وأصابه مرض نفسي يعرفه أطباء العلم النفس البرانوية عقدة الأصطهاد كان يشعر أنه مضطهد مضطهد يعني حتى بعض معاصريه قال كان حينما يمشي في سوق الصراع يتلفت وراءه لكثرة ما أوذي في حياته والطهد أصبح يعني يعاني من هذا المرض النفسي وأخيرا توفي في عام 1944 و يعني توفي منزويا في بيته لم يترك إرثا ولا عقارة ولكن ترك مدرسة قائمة بداتها في الصحافة العراقية ابتكر من الأساليب في الخطاب السياسي ما أصبح مدرسة تعلم فيها جيل وأجيال من الذين عانوا الصحافة من بعد إبراهيم صالح شكر حقيقة مدرسة في النضال ومدرسة في الإسلوب وقد جمع بعض الكتاب شيئا من مقالاته فكانت كتابا كبيرا فتصوروا لو جمعت آثاره يعني لكان هذا خيرا على متابعي تاريخ الإعلام وتاريخ الصحافة في العراق لا يبقى لنا إلا أن نستنزل الرحامات على روح هذا المناظل المثقف الكبير إبراهيم صالح شكر وإلى حديث آخر في حلقة مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة